الفيلم الشيخ نويل هو من كتابة السيناريس العراقي ولا ألمانا الفكرة تتحدث عن التعايش السلمي للأديان في العراق وفي المنطقة العربية بشكل عام فكرة الفيلم هو عن الشيخ مسلم يعيش في مناطق حرة مؤخرا من داعش الإرهابي وبالقرب منه يقع مخيم للنازحين يحاول هذا الشيخ في عياد رأس السنة أن يدخل الفرحة على قلوب هؤلاء النازحين المسيحيين فيقوم بعمل مفاجئة لهم لكن هذه المفاجئة لا تنتهي على خير بالنسبة له نعم إذن الفيلم بيحكي عن تعايش الديني الفيلم بيحكي عن كل المصاعب اللي خلينا نقول عم بمروا فيها هؤلاء الأطفال خاصة اللي تعرضوا للشتاء تتعرضوا أنهم يكونوا نازحين يخرجوا من بيوتهم ويكونوا بحالة رعب وخوف رسالة الفيلم اليوم سعد ما هي وهل وصلت فعليا من خلال العروض التي تمت للفيلم ولا حاسس أنه لازم في عروض تستمر أكثر وفي بلدان أكبر نعم طبعا الفيلم مشارك في أكثر من خمسين مهرديان سينمائي حول العالم بشكل عام يعني كان رسالته واضحة جدا ومؤثرة لدى الشعوب اللي شاهدت الفيلم والمشاهدين الذين شاهدوا عرض الفيلم في جميع الدول العربية في مهرجان الدول العربية مثل مهرجان القاهرة مهرجان برطاج في السودان في المهرجان كرامة في الأردن في كثير من المهرجانات الحقيقة يعني لا يسعني الآن وقت أنه أتذكرها الحمد لله أنا كنت موفق أنه في إيصال هذه الرسالة خلال عشرين دقيقة من الفيلم كما تعلمين هو فيلم قصير يعني يجب أن تكون المضمون يكون واضح للمشاهدين خلال يعني مدة زمنية قصيرة نعم سعد أكيد هناك كان على عديد من التحديات خلال التصوير حدثنا عن طبيعة التصوير عن مواقع التصوير عن ظروف التصوير التعامل مع الطاقم وأديش وقت أخذك لحتى تنجز هذا العمل بشكل عام صناع الأفلام يعني في المنطقة الشرق الأوسط هناك صعوبة في التصوير يعني خصوصا في العراق ثقافة السينما غير رائجة في هذا البلد هناك يعني محاولة كبيرة لتجهيل الشعب العراقي يعني منذ سقوط النظام السابق منذ 2003 أصبحت السينما قليلة جدا لا تنتج لذلك صناع الأفلام أنا تصانع أفلام أميل إلى العمل بعيدة عن المدينة نعم أحد أسباب نجاح الفيلم هو أنه تم تصوير الفيلم في منطقة صحراء يعني خارج المدينة لذلك كنا لوعاً ما مسترخين من كثير من التفاصيل من الموافقات الأمنية من كثير من الأشياء التي لا نريد أن نظهرها بالفيلم لذلك كما يحصلنا على الأفلام بشكل عام يعني حتى في العالم يميلون إلى الخروج من المدينة لكي يحصلون على أولاً الكوالي في الصوت والكوالي في الصورة هناك يعني بيئة جيدة للتصوير بعيدة عن طوضاء المدينة نعم يعني ساعد عم نحكي عن شغلتين اليوم عم نحكي عن تحديات لظروف موجودة وزي ما حضرتك تفضلت هناك اتجاه لتجهيل هذا الجيل ربما وأيضاً عم نحكي عن تحديات أخرى بما يخص التمويل لإيجاد فرص حقيقية لعمل هذه الأعمال اليوم كيف تقرأ المشهد السينمائي خاصة بالعراق وبشكل عام بالعالم العربي طبعاً الحديث عن هذا يحتاج وقت طويل يعني الحديث عن الواقع السينمائي العراقي يعني نحن اليوم نحيش الحقيقة في صعوبة تامة من أجل أن نصنع فيلم صناعة فيلم يعني شيء مؤذي أصبح يعني لديه آن بالتحديد البحث عن منتج البحث عن شركة توزيع البحث عن كاست ممكن يكون محترف حتى تستطيعين أن تصلين بهذا الفيلم إلى جزء من النوع من العالمية لذلك نحن بسبب عدم وجود إنتاج عدم وجود تمويل لأفلامنا أصبحت هذه الخبرات تتناسى يوم بعد يوم يعني أنا هذا الفيلم اشتغلته عام 2017 وخمس سنوات أنا يعني أسعد لمشروع فيلم الرواية الطويل الأول اللي هو آخر الساعات اللي من المفروض أنه ينزل في عام 23 طبعا يعني خمس سنوات أو سس سنوات لصناعة فيلم واحد هو يعني شيء يعني جدا مؤسف الحقيقة نعم نحن كنا نأمل أنه بعد بعد يعني من هذه الحكومات التي توالت على العراق أنه تهتم أكثر بالثقافة تهتم أكثر بصناعة الأفلام تهتم لحن لدينا يعني رصيد من القصص السينمائية المذهلة الحقيقة نعم القصص يجب أن تروى وتحكى عن الذي يجري بالعراق لكن للأسف هناك يعني حملة كبيرة لتجهيل الشباب السينمائي تجهيل الشباب بشكل عام لمحو الثقافة العراقية نحن نعيشها اليوم وأولها هو قطع التمويل عن الأفلام نعم شكرا جزيلا لوجودك معنا ساعد بكل التوفيق لألكم وطاقم العمل وإن شاء الله دائما الثقافة والسينما والفن يلقى طريقه إلى قلوبنا وعقولنا وينير أولادنا وأجيالنا شكرا جزيلا لألك وطبعاً لابدنا نذكركم أنكم ما تنسوا تفوتوا على موقع استكاني هو الموقع الأول للأفلام العربية المستقلة اللي عم تشوفوا الكيو آر كود موجودة على الشاشة وتحضروا الأفلام اللي بتعجبكم ولازم أحكي لكم أنه زي ما أنتم شايفين هذا الكيو آر كود بخولكم لحتى تدخلوا على هذا الموقع الرائع اللي من خلاله بتقدروا إنكم تشاهدوا العديد من الأفلام سواء المستقلة القصيرة والعديد من الأعمال المميزة في إطار الحديث عن الأفلام الأردنية أيضاً تم تمديد عرض فيلم بنات عبد الرحمن للأسبوع الثامن وهذا دليل على النجاح الباهر للأفلام الأردنية فاللي ما راح حضروا يستغلوا الفرصة ويروح يحضروا حسب الأوقات اللي راح تظهر أيضاً عندكم على الشاشة وطبعاً فيلم بنات عبد الرحمن من الأفلام المميزة جداً راح يتم أيضاً عرض فيلم فرحة يوم السبت 24-9-2022 وأيضاً 27-9-2022 السابعة مساء في سينما الرينبو وأيضاً حسب الأوقات هون عم نشوف أوقات فيلم بنات عبد الرحمن هذه الأوقات سبعة ونص وتسعة وخمس واربعين بيتاج سينما تاج مول فهذا الأسبوع الثامن كل التوفيق لطاقم العمل فخورين جداً في هذا العمل المميز من بنات عبد الرحمن وأيضاً سيتم عرض فيلم لعبة الشيطان في جميع دور العرض في الأردن اعتباراً من اليوم الخميس 22-9-2022 تصنيف الفيلم هو أو إذا نحكي عنه هو غموض وإثارة والقصة بتدور عن مجموعة من الشابة هون عم نشوف فيلم فرحة على الشاشع قبل ما أرجع لكم عن آخر فيلم موجود معنا هذا الفيلم عم بين عرض به The Rainbow Theater مسرح الرينبو وسينما الرينبو السبت 24-9 والثلاثة 27-9 زي ما إنتوا شايفين سبعة مساء التذاكر تمانية دنانير وأيضاً بتقدروا تستفسروا من خلال رقم التليفون إذن نعود إلى آخر فيلم أيضاً رح لتحدث عنه اليوم واللي رح يتم عرضه زي ما قلت لكم فيلم لعبة الشيطان لعبة الشيطان زي ما حكينا اليوم رح يبلش عرضه هو مصنف كإثارة وغموض القصة لمجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم فيهم الشيطان من الإنس وهناك العديد من الأحداث اللي بتصير موجودة خلال الفيلم ترجمة نانسي قنقر